السلام عليكم ومتمنى تكونوا باخر و الاخير. بالنسبة مع التكويل مهني في الميدان الصحي. اف باس. او ان يجب ان ناس لتقبلوا ان يدوزوا الاختيبار الكتاب يديل اف باس. نهار 31 اكتوبر. او ان كان بالنسبة هذه المعهد هذا. يعني اعزل عيون وجده تنجا. الروباط مراكش فاس و اقادل. كل واحد يرى المعهد اللي تفعله يدخل له و يلقى الاسماء الناس اللي تقبله بالنسبة الاسيستانس بالنسبة الاتوانيان أو بالنسبة التكنيسية امبيرانسي. كل لائحة ستلقى في هات التخصصات بجوش. مثلا نشوفه مثال. الآن نشوف المثال هذه المرة دي المدينة ديالتانجان. كيف ستلقى بالنسبة الاتخصص. مثلا هنا كتبين لكم رادات و كتبين لكم حداها الساعة. الساعة هي سبعة ونصف الصباح خطكم تكونوا وتمك. مثلا هذي تكنيسية امبيرانسية. هادو التلامت اللي تقبلوا بش انهم يدوزوا الكنكور. كمخوا غاديين 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 حتى كلقى ديال اتسوانيان. اتسوانيو ها هي في الواحدة ونصف. اتسوانيو ها هي في الواحدة ونصف الصوم يكونوا تماما. اتسوانيو. نقرأوا البالغ. البالغ هو اللي يكون فيه كل شيء. يشرح لنا انه الأمور اللي يكونين كاملين. بالنسبة للبالغ. كما جاء فيه هو انكم خذكم تشون الكنكور. اللي يكون نهار واحد وثلاثين اكتوبر. تأخذوا معكم الكارت ناسيونال لكم. وتأخذوا معكم الفورميلاغ. الفورميلاغ هي الورقة. عندما تشجلتو. كنقول لكم راح كين واحد فورميلاغ. اللي يخذكم تتلاشارجي. وهو تنبخيمي. وتحافظوا عليه. هذه الورقة هي اللي عاتخدوها معكم. هي الكارت ناسيونال. بالنسبة لكم راح يكون في تسعود صباح. ما تسعود نرحضاش. وبالنسبة نتاقني في الإسعاف. وبالنسبة المساعد في الليلة. سيكون عندهم فلاشية من الثلاثة للخمسة. ولكن كما شفتو في اللوائح. فخذكم تكونوا تقريبا تقريبا ساعة ونص قبل. بالنسبة لك نساء اوبيوسي في السبعة ونص. وبالنسبة اتوانيون في الوحدة ونص. وبالنسبة الاماكن في الدوز المباراة. هذا الشيء ما زال يحطوه إن شاء الله. وطبعا فش يحطوه راح نخبركم إن شاء الله. لك نتمنى لكم كل توافق ونجاح. وبقى إن شاء الله معكم الجديد.